بدأت الدعاوة القضائية تنهال ضد شركة أبل بعدما اعترفت قبل ساعات قليلة بأنها تقوم بتغيير سرعة المعالجات في هواتفها القديمة بهدف الحد من أضرار مشكلة انخفاض مستوى البطارية بشكل سريع وبعد نحو 24 ساعة من إعلان أبل عن الحقيقة بدأت الدعاوة في الولايات المتحدة الأمريكية تنهال على أبل متهمة إياها بالتلاعب والغش خصوصا أنها لم تخبر المستخدمين عن هذا الأمر بالرغم من معاناتهم من مشكلة انخفاض مستوى البطارية بسرعة منذ نحو 12 شهرا حيث انتظرت الشركة ظهور تجارب واختبارات تثبت وجود تغيير سرعة المعالجات وأداء الأجهزة وطالب المدعون أبل بتعويض جميع المتضررين من هذا الأمر خصوصا مستخدمي هواتف آيفون 7 و 7 بلاس وآيفون 6 و 6S وآيفون 6S بلاس و SE حيث يشعر هؤلاء الآن أن أبل تدفعهم نحو شراء هواتف جديدة من خلال جعل هواتفهم القديمة بطيئة دون سبب مقنع ومن دون إبلاغهم بالأمر حتى وبالتأكيد فإن أبل الآن بحاجة لتبرير مقامة به منذ iOS 10.2.1 بطريقة مختلفة عن التبرير الذي قدمته البارحة كما تحتاج للاعتذار والتعويض عن المستخدمين لأنها قامت بمثل هذا الأمر دون أخبارهم بالحقيقة شكرا شكرا